في تموز 2021 أصبح للبنان قانون موحد للشراء العام يهدف للقيام بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان الحوكم المالية السليمة وتعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين المساءلة والشفافية إلا أنه حتى نيسان 2024 لم يطبق سوى 33% منه بحسب منظمة الشفافية الدولية ما يفسر حجم الفجوة المؤسساتية والإدارية في القطاع العام نحن كمنظمة مستقلة بطبيعة الحال هذا بجزء من شغلنا وعملنا ومهمتنا وخاصة اليوم الشراء العام وهو موضوع استراتيجي ومهم جدا وإصلاحي نقدر نتناقش نحن وياهون أول شيء لنقدم ملاحظاتنا أوقات على التأثير كيف نمضي كدما نحو مسيرة إصلاح فعلا تساهم في بناء الدولة اللبنانية وتؤكد بيانات المجتمع الدولي أن إصلاح منظمة الشراء العام هو أحد أهم الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بعد قطاعي الطاقة والقضاء لتعزيز الحوكم المالية وتعزيز الشفافية بحيث أن 57% من حالات الفساد في العالم ترتبط مباشرة بصفقات الشراء العام وهذا يدل على ضرورة تنفيذ الإصلاحات العامة التي التزمت بها الحكومة اللبنانية بمؤتمر السادر الشراء العام من بين أهدافه الأساسية أن يحاول قدر الإمكان يقضي على الفساد ويستأصله من هذا المجتمع ومن هذه البيئة التي تتعلق بالشراء العام يالي لطالما كانت هذه البيئة تعاني ما تعانيه وإذن نحن بحاجة أن نحصن هذا القانون ممكن التحصين يتم عبر تحصين تدريب الهيئة الشارية ووجهات الشارية العجراء بعض التعديلات عليه أن هذه التعديلات ضرورية لإزالة العقابات من أمامه لتحقيق أهدافه يمثل الشراء العام معدله 20% من الإنفاق العام و6.5% من النتج المحلي الإجمالي على المستوى المركزي ومن ركائزه التشاركية ونشر المعلومات بحيث يكون المواطن اللبناني والرأي العام والمجتمع المدني على بينة واطلاع بما يجري من صفقات عامة يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني هناك دعم لهيئة الشراء العام ولقانون الشراء العام هناك مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم إصلاح الإدارة اللبنانية جزء كبير منه لإصلاح المشتريات العمومية وتمكين هيئة الشراء العام من القيام بدورها في التنظيم والرقابة والإشراف والإرشاد والنصح في هذا المجال ولكن بحسب مؤشر مدركات الفساد حصل لبنان على نتيجة 24 على مئة واحتل المركز 149 من أصل 180 دولة خضعت للتقييم ولتزال منظومة الشراء العام في لبنان غير قادرة على مواكبة مثيلاتها في البلدان النامية الأخرى بحيث تظهر نقاط الضعف من ناحية هدر المال العام وغياب المنافسة وضعف التقايد بالمعايير الدولية وعدم كفاية القدرات المؤسساتية بالإضافة إلى عدم المساواة وضياع الفرص في جذب الاستثمارات ألينا مراد سين بي سي عربية بيروت